في سياق متصل تعد سلامة الطلاب من أولويات الإدارة العامة للمرور التي تشير دائماً إلى همية تعاون أولياء الأمور مع شرطة المرور وشرطة خدمة المجتمع وحراس المدارس لتتويج الجهود بتوفير السلامة للطلب والطالبات ويترجم ذلك من خلال الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية ومراعاة سلامة الأبناء أثناء نقلهم من وإلى المدارس تعمل الإدارة العامة للمرور على تأمين سلامة الطلب والطالبات تزامناً مع العودة للمدارس بوضع خطة مرورية تهدف إلى تحقيق سنة دراسية آمنة وانسياب الحركة المرورية لأولياء الأمور والسواق في محيط المدارس تأتي هذه الدورات النوعية المتخصصة لتقوم بها الإدارة العامة للمرور بشكل سنوي مع تطوير محتواها ضمن الجهود التي تقوم بها لتأمين الطلبة أثناء عودتهم للمدارس خاصةً لفئة نقل الطلبة، سواق نقل الطلبة، ولفئة حراس المدارس يتم خلال هذه الدورات التدريبية المتخصصة تدريبهم على الطريقة الآمنة لنقل الطلبة من وإلى المدارس والعبور السليم واستلامهم وتسليمهم إن كان لأولياء أمورهم أو لباسات المدرسة وأيضاً لحراس المدارس بشكل خاص للتعامل مع الأخطاء الشاعة للأسف التي يقوم بها أولياء الأمور أثناء توصيل طلبهم في محيط المدارس لأجل تأمين سلامة الطلبة أثناء عودتهم للمدارس ندعو السواق لالتزام بقواعد والنظم الحركة المرورية والتوجيه التي تصدر من العناصر المكلفة بتنظيم الحركة في محيط المدارس إن كان شرطة المرور أو شرطة خدمة المجتمع أو حراس المدارس أيضاً الساق أن يكون قادر على إدارة وقته والخروج بوقت كافي حتى لا يتدرك الوقت وحتى لا يكون ازدحام عامل توتر بل بإدارة الوقت أكيد سيكون لسا قادر على إيصال للطالب في الوقت المحدد طبعاً هناك دعم مستمر من قبل إدارة العامل المرور المتمثلة في إدارة ثقافة المرورية طبعاً هناك ورش تدريبية يقدمونها طوال العام وخلال السنة طبعاً الدورات هذه له أثر بولغ في رفع كفاءة وجهزية خصائل انضباط الأمن المدرسي بالمدارس طبعاً الجهود المبذولة من قبل إدارات سواء إدارة العامل المرور أو قسم الأمن أو الشرطة المجتمعية هو هدف منشود يسعى له الجميع لتأمين سلامة أبناء الطلبة وتمنين لهم عامل دراسي حافل بالنجاح والتقدم اجتملت الخطة المرورية على عدد من البرامج الكفيلة بتطوير أداء شرطة المرور وشرطة خدمة المجتمع وحراس المدارس بالإضافة إلى سواق حافلات المدارس من خلال تقديم عدد من المحاضرات التوعوية نشكر دارة العامل المرور على الدورة التثقيفية السنوية التي تحثنا على سلامة الطلاب وتحثنا على انسيابية الحركة المرورية وهذه الشراكة المجتمعية بين وزارة الداخلية وبين وزارة التربية والتعليم دور إدارة المرور في توجيه الحارس تجاه الأشياء التي تصير عند المدرسة يعني هذه فايدة إلى وزارة التربية وفايدة إلى الحارس وفايدة للمدرسة المتواجد فيها الحارس كتنظيم كإدارة إلى تنظيم الشارع من عبور الطلاب من تنظيم سير أولياء الأمور مواقف أولياء الأمور مواقف الباصات ومن أجل تحقيق الأمان وتسهيل الحركة المرورية على مستخدمي الطريق والسواق الالتزام بالأنظمة والإرشادات المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة إضافة إلى ضرورة تعاون أولياء الأمور مع أفراد شرطة المجتمع وحراس المدارس لتنظيم الحركة المرورية ورفع معدلات السلامة تتمثل سلامة الطلاب أثناء نقلهم أولوية لدى الإدارة العامة للمرور كما ننصح أبناء الطلاب بالركوب بالشكل الصحيح والجلوس في المقاعد وعدم تشتيت السائق أثناء القيادة ندعو أولياء الأمور لعدم التعاقد مع أصحاب الحافلات الغير مرخصة وذلك لعدم شمول التأمين على الركاب الموجودين داخل الحافلة نشدد على أهمية التزام سائق الحافلة بالأنظمة والقواعد المرورية وذلك حفاظا على سلامة أبناءنا الطلاب لتجنب وقوف المركبة أو تعطلها أثناء القيادة يجب على السائق فحص المركبة بشكل دور اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر